تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتنظيم حملة لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة لمساعدتهم في محنتهم والتخفيف من المصاب الأليم الذي يمرون به يدش نوسم الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب حملة وطنية تنظمها اللجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة بالتعاون مع تلفزيون البحرين يوم الجمعة المقبل وتجاوباً مع التوجيهات الملكية السامية افتتح سمو الشيخ ناصر بن حمد هذه الحملة لإغاثة أهلنا في غزة بتبرع من سموه بمبلغ 100 ألف دينار بحريني ليكون سموه أول المساهمين في الحملة الوطنية وأوضح الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية رئيس اللجنة البحرينية الوطنية لمناصرة الشعب الفلسطيني في غزة بأن الحملة تنطلق يوم الجمعة المقبل وسيتم خلالها فتح المجال للجميع للتبرع والمساهمة في دعم الأشقاء الفلسطينيين مؤكدا بأن هذه الحملة تعكس موقف مملكة البحرين الثابت قيادة وحكومة وشعبا تجاه القضية الفلسطينية العادلة وحرص جلالة الملك المعظم على تقديم العون والمساعدة للجميع انطلاقا من الروابط الإنسانية التي تجمع مختلف شعوب العالم وتأكيدا على العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين ودولة فلسطين داعيا الجميع من المؤسسات والشركات والأفراد المواطنين والمقيمين إلى المساهمة في هذا العمل الإنساني النبيل وإغاثة الأشقاء المنكوبين في محنتهم وكدى الدكتور مصطفى السيد أنه تم الاتصال بالأونروا لمعرفة احتياجات غزة للتحضير لتقديم المساعدات كما تم التنسيق مع جميع الجهات الرسمية لتوحيد الجهود